أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتظهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمضرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذدين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون أما انخلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أئلا هم الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أئلا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أئلا هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أئلا هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أئلا هم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اتدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن شدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا المدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا بقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت أجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أسلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان فجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربضنا لولا أربضنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبسرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقرى عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستفى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحشنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها على حين غفلة من أهلها فرجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فبكزه نوسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغذي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ذرد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تدودان قال ما خضبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تبلى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداث ما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداث ما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القضي الأمين قال إني أريد أن أنكعك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى نوسى الأجل وسار بأهله إني آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثل إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وغم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءُوا النُّسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وقال موسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيدي فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين واجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونَا فَتَضَابَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَابِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَةَ تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا تَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرُسِلِينَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبوا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم منفقون وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهدين إنك لا تهدي من أحبمت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء جزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من غرية بضرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوانثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتنو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقنون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبونهم غير العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجمتم المغسنين فعميت عنيهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب ما آمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يقنق ما يشاء ويختار ما كان لهم القيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدرهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآقرة وله الحكم وإنيه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بغياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته يجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتمتغوا من فضله ولعلكم تشكون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ولزعنا من كل أمة شهيدا فقل لا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفسرون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعسبة أولي القوة إذ قال له غومه ولا تفرح إن الله لا يحب الفنحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عيدي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو شد منه قوة وأكثر جمعا قال إنما أوتيته على علم عيدي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فقرج على غومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتيقاه إنه نذو حب عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثباب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فقسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المتصنين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لقسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقمة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لغادك إلى معاد قربي أعلم من جاء بالغدى ومن هو في غلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فإن من ربك فلا تكونن ظهرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله لا إله إلا هو كل شيء آنق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أنفنا أميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يوجو لقاء الله فإن أجل الله نآت وهو السميع العليم من كان يوجو لقاء الله فإن أجل الله نآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات للكفرن عنهم سيئاتهم والرزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بما لديه حسنا وإن جاهدا كنتشرك به ما ليس لك به علم فلا تضعهما إيه مرجعكم فمنبيكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لدخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فدنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدود العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولأحمل خداياكم وما هم بحاملين من خداياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثغالهم أثغالا مع أثغالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفتغون ولقد أزلنا نوحا إلى قومه فنبث فيهم ألف سنة إلا قمسين عاما فأخذهم الضوفان وهم ظالمون فأنجيناه أسحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين فإبراهيم إذا قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فامتووا عيد الله الرزق واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبوا من من قبلكم وما على الرسول إلا البناء المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظوا كيف بدى الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآقرة إن الله على كل شيء قدير نعذب من يشاء ويرحم من يشاء فإليه تغلبون وما أنتم من معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولغائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اغسنوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخلتم من دون الله أوثانا موتة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوض وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوضا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سمعكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قال أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على الغوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه الغرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوضا قالوا نحن أعلم بمن فيها لنرجي أذنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابلين ولما أن جاءت رسلنا لوضا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابلين إنا منجرون على أهل هذه الغرية نجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تعكنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإن مذي ناقاهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله وارجوا اليوم الآقع ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذت أموك وجفة فأسبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستمسلين فقارون وفرعون وهامل ولقد جاءهم موسى بالوينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أقذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أقذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتقذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتقلت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء فهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نغربها للناس وما يعقنها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتن ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم اشتركوا فيGroup ترجمة نرجسي قنقر